موسيقى موسيقى جمعون مرضا في حلقة جديدة هنا في استفلال لرياكشن على هوم سينما امبارح كنت وعدكم ان هو حكون اخر فيديو تمام? آآ يعني على آآ مبارح بالليل بعد ما خلصت تصوير فيديوهات لقيت نزل التريلر بتاع فيلم اسمه الصندوق اللي مفروض حينزل ان شاء الله الشهر ده في اكتوبر بتاع مونة زكي. رح صورنا حلقات كتيرة جدا وهتلوني بس برضو بنفس بتاع مبارح. صورنا مبارح تقريبا بتاع ست سبع فيديوهات آآ وده آخر معنا النهاردة هو فيلم صندوق السود وبعد كده هنخش في المراجعات آآ لو في فيديوهات تانية هنكلم فيها على مراجعات الافلام وكده آآ التريلر بتاعنا النهاردة فيلم اسمه الصندوق السود هو فيلم بتاع مونة زكي آآ مفروض ان هو هينزل في اكتوبر معرفش امتى كام اكتوبر بالزبط لصول مفروض هينزل في اكتوبر آآ الفيلم في مونة زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر واسمها جلال آآ ومن تأليف هيسا مصطفى الدهان واحمد الدهان ومن اخراج محمود كامل محمود كامل ده اللي كان اخرى قبل كده فيلم بنات سنوي وآآ حفلة منتصف في الليل وخارج الخدمة وكان في الميكان وتقريبا كمان وادرينالين على معطاقت برضو آآ كل اللي عرفه مبارح هو نزل تقريبا بس هو يعتبر تيزر لان كان من فترة برضو من شهرين تلاتة نزله تيزر وبعد كده مبارح نزله تيزر تاني فأنا مش عارف هما حيقدوها ولا ايه بالزبط آآ ولا هنعتبر ده علشان الفيلم خلاص نازل آخر الشهر فمش عارف فلو في فرصة ان هو نزل تاني ممكن يعمله لو ما نزلش يبقى خلاص هنتفرج على ده وخلاص عشان انا بصراحة ما بحبش اقيم الفيلم قوي من لان بيبقى مدته قليلة قوي حتى الفيديو ده مدته تلاتين سانية فالتيزر صغير قوي هو انا التريلر اللي كان نازل قبل كده او التيزر اللي كان نازل قبل كده ما عملت روش تريلر ري اكشن فا آآ لو ده حيبقى يعني هو تيزر تلاتين سانية لو ده حيبقى تريلر بالنسبة لهم فخلاص هنعمل ده تمام وحنقيم الفيلم آآ وممكن ادي نسبة تراقب انا مشكلة لانا ما بحبش ادي نسب تراقب في آآ في التيزر لما بتبقى مثلا تلاتين ثانية عشرين ثانية اربعين ثانية فالموضا بيبقى ريخي مقوي يعني فحن دلوقتي هنتفرج على التيزر لفيلم السندوق الاسود لاول مرة وحنشوف التراقب بتاعنا وطبعا كلا قادم شخصوش ولا مرة هشوفو دلوقتي معاكم الاول مرة يلا بينا هتعملي ايه بقى النهاردة في اجمالاتك؟ انا لسه راجع من عند دكتور وليد وهروح اقفل البيت واروح لبابا. احنا جايين هنا ليه? احنا جايين نقلب الرجل في ارشيه. اوكي اه هو عمتا انا حاسه شوية شبيه لباني كروم. اوكي الفيلم كان بتاع جودي فاستر اللي كان نازل تقريبا سنة الفين واثنين اللي كان معا كريستان ستيوارت وجارد لاتو وكان فيه فورست وويدكر الفيلم كان من اخراج داويد فينشر. اه كان هي معها بنتها وكانت اه محبوسة في البيت دخل عليها حرمية وكلام ده كله. يعني مش عارف ازا كان هو ممكن يكون شبيه ولا لأ لان برضو التريلر موضحش برضو اوي زي ما انا قلت التريلر صغير او تلاتين سانية او تيزر صغير او تلاتين سانية. اه بس اللي احنا فهمناه ان مونة زاكي يعني عادي ما جابوش باكة بسوري لها. اه دخل عليها حرمية عايزين يسرقوها محمد فراج ومصطفى خاطر. محمد فراج شكرا عمل دور حلو جدا يعني شكرا عمل دور عالمي يعني. اه رغم النظر مشهد واحد بس بيباني يعني الواحد بيحس برضو الواحد عمل دور حلو كده بيباني. اه مش عارف ازا كان شبه فعلا ولا هيخده خصة تانية تانية خالص فمش عارف. اه مش عارف صراحة ممكن الواحد هيتفرج علي ولا لقال ان برضو تيزر صغير قوي ومش حاضر اقايم فيلم من تلاتين ثانية. بصوا انا لو حدي نسبة ترقب للفيلم على قدا انا ما شفتش حاجة للفيلم ده. انا ممكن اقول نسبة ترقبي مسلا ممكن تبقى ستة من عشرة. مش حقدر ادي اكتر من كده لانا زي ما اقولتلك وانا ما شفتش ايه حاجة. في اه في التيزر. لو نزل قبل ما ينزل الفيلم يوم اتنين وعشرين اوكتوبر. اه ممكن اعمله ومن ساعتها ممكن بقى قدي نسبة ترقب على حسب بقى الفيلم لو شدني اكتر ايه. ممكن تبقى اعلى. او ممكن تبقى اقل. او ممكن تبقى ايا هي. لسه الله اعلم مش عارفيني. آآ بس ده كان اخر معنا النهاردة. آآ مع الاسف ان هو صغير قوي فما فيش اي حاجة شدتني قوي او ما فيش كلام كتير ممكن يتقال من خلال التيزر بتاعنا النهاردة. فانا كنت تمنيت انه ممكن يبقى اطول من كده. دي يعني يديني دي حتى يعني فلاص. بس ما عنديش اي حاجة تانية اقولها عن الفيلم. اتمنى الخلق الكورة عجبتكم وان شاء الله شوفكم فيديوات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا شير لو الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لي للشانل التانية اللي اسمها هو مالوهن. حساب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. ولو حابين تدعموا القناة دي ما ادينا حساب لكم اللينك بتاع بيتريون وبي بال في الديسكريبشن. وما تنسوش تعملوا لي على فيسبوك وطويتر وانستغرام واشوفوا الحال اللي قاية. بوي بوي.